المجلس الوزاري إدانته الشديدة ورفضه القاطع لهذه التعديات محملا السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتين فيينا لعام 1961 وعام 1963 والقانون الدولي الذي يحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية كما استنكر المجلس الوزاري التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية الذي جاء من خلال التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين معتبرا تلك التصريحات تحريضا مباشرا للاعتداء على البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية وشدد المجلس الوزاري على أن مثل هذه الأعمال لا تخدم السلم والأمن في المنطقة والعالم وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وتؤدي إلى تأزيم المواقف وإشعال فتين المزيد من الأزمات في المنطقة كما أكد المجلس الوزاري وقوف دول المجلس صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية وتأييدها للقرارات والإجراءات التي تتخذها لمحاربة الإرهابي بكافة أشكاله وصوره وملحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء مشيدا بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها كما عبر المجلس عن تأييده الكامل للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهات الاعتداءات الإرهابية على بعثاتها الدبلوماسية في إيران مؤكدا أن دول المجلس ستتخذ المزيد من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الاعتداءات مرحبا بالرفض القاطع الذي أبدته الدول العربية والإسلامية والصديقة ومجلس الأمن الدولي لهذه الاعتداءات ودعا كافة الدول والمجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الإقليمية والدولية لاتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية لدى إيران ودان المجلس الوزاري استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة طنب الكبرى والطنب الصغرى وأبي موسى وبث الفتنة الطائفية ودعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتدريبها وتمويلها وتحريضها على زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس ومنها ما كشفته مملكة البحرين مؤخرا عن إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ أعمال تفجيرية إرهابية والقبض على عناصر خلية إرهابية جديدة كانت تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني واتفق المجلس الوزاري على وضع آلية فعالة لمواجهة تلك التدخلات الإيرانية ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إيران باحترام مبدأ حسن الجوار قولا وعملا ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ووقف دعمها للإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة وعدم استخدام القوة أو التهديد بها نحن المجلس الوزاري تداعيات الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وعلى القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية وأكد إدانته الشديدة ورفضه القاطع لهذه الاعتداءات محملا السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية الآن نعمل مع المجتمع الدولي لتوضيح الصورة لإيران أن الأسلوب الذي كانت تتبعه على مدى 35 سنة غير مقبول ومرفوظ وننظر أيضا في الإجراءات الإضافية التي بالإمكان اتخاذها تجاه إيران إذا ما استمرت في سياساتها الحالية التصعيد جاي من إيران وليس من المنطقة ودون مجلس تعاون الأعمال التي تقوم بها إيران السلبية في المنطقة أو في دولنا هذا كله جاي من إيران ما جاي من الدول مجلس تعاون فنحن نقيم التحركات الإيرانية ونتخذ إجراءات للتصدي لها وبالنسبة للأمور ستكون أكثر وضوح كما ذكرت في المستقبل الغريب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر